اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد صراحة اتكلم عنها لكن والله حبيت اليوم ارجعكم لشيء اذكركم فيه انا ذكرتكم باليانسون قبل يومين على هذه القناة لكن صراحة حبيت احكي لكم على شيء قبل ما ادخل على البرنامج شيء مفيد لكم واذكركم فيه نعم القطين نعم القطين هذا بالاردني فلسطيني سوري اسمه القطين لكن اسمه الكرموس كرموس نعم اسمه كرموس بالعراق اسمه التين المجفف الفوائد العظيمة للقطين اللي هو التين المجفف اللي هو التين بيجففوه بيصبح تين مجفف اللي هو القطين اللي هو التين اللي الله سبحانه وتعالى ذكره بالقرآن الكريم وأقسم في التين والزيتون ربنا سبحانه وتعالى ما أقسم فيهم إلا لعظمتهم وإلا لفوائدهم العظيمة لأبداننا ولأمراضنا ولصحتنا وهو كان دوى أجدادنا هو كان المضاد الحيوي وهو كان المسكن وهو كان يتغلب على الكسور مشاكل العظام لأنه غني بالمعادن والفيتامينات طاقة من الله سبحانه وتعالى لأبداننا ولصحتنا ولعيوننا حتى للعشة الليلة اللي عندهم ضعف البصر يا سلام ولا كيف زمان أجدادكم كانوا ما يروحوا على دكتور أسنان والله كان التين المجفف ما يفارق بيوتهم ما كان تسوس بالأسنان لكن نحن ناكلنا ستسة بحبات تين مجفف سوس بأسناننا لحقونا على الأطباء خر منظف طلعت لك السوس وإحشي لأنه كانوا ياكلوا التين المجفف بالعقل وكانوا يضعوا علي زيت الزيتون حتى يتخلصوا من مشاكل الإمساك القوية لما يكون عندهم إمساك ترى ما فيه إمساك وإنت بتتناول التين المجفف ما فيه أبدا وحتى مريض السكر على مسؤوليتي لو أخذ حبتين ثلاث من التين المجفف نافع لزحته نافع لزحته بعالج المشكلة اللي خلت عندك السكر لأنه غني بالألياف وهذا العلم الحديث الآن بتكلم أنه نافع لكن ما نكثر منه فيه ضرر يعني بنزل السكر لأنه فيه سكر إذن حتى بعدل الضغط سبحان الله حتى للحفظ والتركيز والنسيان وجدا رائع لأكثر المشاكل ذكرنا الإمساك الشديد اللي ما يأخذ إلا ملينات وبيدخل على الحمام والمصيبة مش هون بيكون عنده إمساك وبصير عنده بواسير فبالتالي تخلصنا من الإمساك وتخلصنا من البواسير فبالتالي أنا دائما بذكر في برامجي وحلقاتي إنه اللي عنده دائما البواسير يأخذ أو الشرخ بالشرج ونزول دم يأخذ أربع حبات من التين المجفف بصحن يصب عليها الماء الساخن اللي هو القطين أو من أسماء الكرموس حتى يستفيدوا الناس الآن اللي عندهم التين هو كرموس وحتى إخواننا في الأردن يعرفوا إنه التين المجفف هو القطين فبالتالي بنستفيد من هالخصائص إذن هو فاكهة مجففة بنتناول التين المجفف على مدار السنة أما التين إحنا بنتناوله بالصيف بيخرب بعد أسبوعين بيتلف ما بتاكل لكن الناس بتعمل التين بتجففه وبنتناوله على مدار السنة وحتى شكله ما شاء الله مقبول والله إنه غذى والله إنه دوى حتى لأطفالكم حتى للحوامل حتى للمرضاعات لكن شوفوا الخصائص ادفعوا يوقع انكسر ما يتصلح فبالتالي التين بيحتوي على نسبة ممتازة جدا من الكالسيوم اللي بتحتاجها عظامنا وأيضا اللي عندهم هو شاشة العظام فما بالكم بهالفاكهة رخيصة الثمن في كل الدول العربية موجودة عند العطارين وبالسوبر ماركت والمولات وينما كان فبالتالي بتعود علينا بالعافية على عظامنا وعلى أبداءنا على كبدنا على قلبنا لأنه بيعطي صحة للقلب وصحة للشرايين لأنه هو غذى والله انه دوى والله انه غذى أجدادكم والله انه دواهم والله انه دواكم يلي بتلتزموا فيه إذن بخفض نسبة الكوليسترول شوفوا هالشيء الطبيعي هذه الشجرة اللي بتنبت التين وبتجفف التين فبناكلوا على مدار العام موجود هو علاج لإلكم غذى ودوى دوى لإلكم إذن مفيد حتى لصحة القلب حتى للشرايين حتى للكبد بلشنا احنا من وين من الكبد والقلب لكن تعالوا حتى لبحة الصوت وحتى لالتهاب القصبات الهوائية كانوا يستخدموا التين مع الحليب التين المجفف مع الحليب توسيع القصبات بيخرج ودافع للبلغم طارد للبلغم من البدن سبحان الله صحة الرأتين بعطينا نفس مقبول مطهر فبالتالي بنستفيد ما نسامعك بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من هالخصائص العظيمة إذن حتى تناول التين ما قبل الأكل اللي هو القطين المجفف بعطينا صحة وبيحافظ على أجسامنا ولياقة أجسامنا وأيضا بيحمينا من السمنة لكن إذا أخذنا كمية كبيرة لأنه غني بالألياف بيعمل على تسمين الجسم للي دايما عندهم تعب ودايما عندهم ضعف عام ودايما حتى جسمهم مش معبة فبالتالي نعم التين المجفف لو تناولنا إما على الماء الساخن صبينا عليه الماء الساخن ووضعنا عليه القليل من اليانسون للنكهة فبالتالي إذن هو فاتح من فواتح الشهية وأيضا هو بيعمل على التسمين وناسين أنه فيه من السكريات وفيه من الألياف فيه من البيتامينات المفيدة لأبدالنا بإذن الله سبحانه وتعالى إذن بيحتوي على ألياف سكريات وأيضا من الزنك وأيضا من الحديد ليش الحديد؟ لأنه بحاجته أبدالنا اللي هو بيعمل على اللي عندهم مشاكل فقر الدم والأنيميا زمان ما كان كانت النساء عندها دورة شهرية وعندها نزف فبالتالي كانوا يعوضوا بالتين المجفف وبالقرفة وبالكزبرة وبالزبيب ومن الحلبة فبالتالي نستفيد من هالخصائص إذن مقوي حتى للدم ومفيد جدا للي عندهم نقص بالحديد شوفوا هالتين المجفف أو المجفف اللي هو القطين ومن أسماؤه اللي هو الكرموس إذن فوائد جدا عظيمة ذكرنا للبواسير لصحة القلب والشريين وأيضا الكبد وأيضا طرج السموم من البدن وأيضا لعسر الهضم سبحان الله وبيعطي الجهاز الهضمي نظافة وبنظف القلون وبنظف القلون من الأوساخ المتراكمة إذا اتناولنا ووضعنا إما أكل أو وضعناه بماء ساخن صبينا عليه الماء الساخن نتركه يتنقع بصير طري يناكله هو والماء بالملعقة أو نضيف عليه القليل من زيت الزيتون شوفوا هالخصائص العظيمة إذن بيخفض الضغط وبيحتوي لأنه بيحتوي على البوتاسيوم اللي بيتناولوا أدوة البوتاسيوم لتخفيض الضغط وما أشبه فبالتالي بيستفيدوا منه أيضا ما ننسى أنه منشط مقوي جنسي للرجال أجداد نزمان ما كان عندهم مقويات جنسية ولا فياقرة كانوا يتناولوا الزبيب والتمر والتين المجفف للنساء والرجال إذن بكافح التهابات الحلق ومهدئ للأعصاب ومقوي للأعصاب اللي عندهم ضعف بالأعصاب واللي عندهم الرجفة فبالتالي هذا الغذاء الرباني هذه الشجرة اللي أقسم فيها الرسول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون فبالتالي نستفيد منها الخصائص العظيمة اللي كان غذى لأجدادنا والله إنه دواء إذن نافع لخشونة الحلق والصدر والقصبات الهوائية اللي دائما صوت نفسه صوت نفس إلى أطفال في خشونة فبالتالي بريحهم إذن الله سبحانه وتعالى إذن هو اعتمدنا إنه هو غذى لسائر البدن سائر أعضاء بدننا كبد اطحال وينما كانت المشكلة فبالتالي بيصلحها وبرممها بإذن الله سبحانه وتعالى العلم الحديث كمان بتكلم إنه التين المجفف اللي هو القطين أو الكرموس مفيد جدا حتى وفعالة زيادة الوزن اللي عندهم دائما وزنهم عالي فبالتالي بيستفيدوا منه أيضا حتى لمشاكل النقرص اللي هو داء الملوك بحد من هذه المشكلة بعون الله سبحانه وتعالى ذكرت قبل قليل حتى للشباب حتى لكبار السن اللي عندهم ضعف الانتصاب لا حياءة بالعلم هذا هو غذى أجدادنا وهذا دواء أجدادنا غني بالكالسيوم غني بالمعادن حتى لجمال وصفاء وتغذية البشرة وحتى هرم البشرة تلاقي شاب عمره خمسة وعشرين سنة وتتفرج عليه تحكي لك هذا خمسة وثلاثين سنة لأنه هذا أكله هامبورغر له تين وله وزبيب وله تمر ما بيحب التمر ما بيحب شوربة العدس ما بيحب الطبايخ ما بيحب الشيء الطبيعي المفيد أيضا أذكر الإخوة والأخوات إنه تناول التين المجفف اللي هو الكرموس أو القطين مفيد جدا للي عندهم العقم وضعف ضعف بالحيوانات المنوية وحتى للنساء اللي عندها ضعف بالمبايض لأنه شامل لكثير من الفيتامينات اللي بحاجة إلها بدلنا وبيصلحها إذا كان في خلل سبحان الله في هذه الطبيعة سبحان الله في هذه الثمرة الفاكهة العظيمة اللي هي التين والتين المجفف إذن بيقوي جهاز المناعة وضد أمراض السرطان وضد الأورام عمر أجدادكم ما كان عندهم لا سرطان ثدي ولا قص وروح ولا كيماوي فكانوا يستخدموا الطبيعة ما كانت هذه الأمراض اللي صايب جرتنا وأختنا وحبيبنا وأصدقائنا والله المستشفيات مليانة سبحان الله في النعمة الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى جعلها غذائنا والله إنها دواء والله إنها بتصد الأمراض لأنه بتقوي جهاز المناعة أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا يلي عندكم هو شاشة العظام يلي أعصابكم تعبانة يلي عندكم ضعف النظر والعشة الليلي بالليل ما تشوفوا ولا تقرأوا عليكم بالتين وعليكم التين المجفف عليكم بالزبيب والتين والزبيب اثنين بيصلحوا مع بعض أظن إخواننا وضعونا الصورة الآن إذن واقي من الإمساك وبعالج الإمساك يا سلام شيء طبيعي طبيعي حتى لنقص الفيتامينات في أبداننا هو مكمل غذائي طبيعي إنتوا بتتناولوا وارخيص الثمن وموجود وين مكان بلين بدلنا بلين المعدة والجهاز الهضمي والقلون بطل دل أوساخ منه نشوفها النعمة العظيمة أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا منها الخصائص العظيمة لعظامنا ولأسناننا ومقوي للدم ومقوي للذاكرة للحفظ للتركيز مقوي للدماغ للي عندهم أيضا الشلال وعندهم الفالج عليكم بالشيء الطبيعي اللي هو الزبيب والتمر وأيضا القطين اللي هو التين المجفف أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا لصحة قلبكم وصحة بدنكم وهذا القليل القليل والله عن فوائد التين العظيمة حتى اللي يتساقط شعرهم مفيد لو تناول التين ما يسقط حتى اللي عندهم شحوب هذا غذاء هذا فيتامينات طبيعية موجودة فيه التين المجفف اللي هو القطين اللي صحت حتى جلدنا للأمراض دافع للأمراض ما بالكم كانوا يهرسوا ويضعوا مع اللبن ويعملوا ماسك على البشرة أو يخلطوا بزيت الزيتون ويعملوا ماسك للبشرة للحبوب والكثير يحسن الكثير من المشاكل وحتى للأجزمة أسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من هالنعمة العظيمة اللي الكثيرين بجهلوا خصائصه بس بيشوفوه بالأسواق وبقول لك أنا اشتهيت على بدلنا فضل هذا التين اللي هو المجفف أو القطين على سائر أبدالنا على دماغنا وعيوننا وعلى جلدنا وعلى أمعاءنا وعلى سائر الجسم وأهم شيء العظام هو شاشة العظام وروحه راجعين اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة